أكد جلالة الملك عبد الله الثاني على مواصلة التصدي لأي محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير للوضع التاريخي والقانون القائم في المدينة المقدسة جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة العقبة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وجدد جلالته خلال اللقاء التأكيد بأن الأردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات واتفق الجانبان على مواصلة التنصيق والتشاور إزاء مختلف القضايا وبما يحقق السلام العادل والشامل والاستقرار في المنطقة